سؤال عن العملات الرقمية المشفرة خاصة البيتكوين شرعاً إيش حكم التداول بهذه العملات وهل هي تملك معنى الثمانية ولا لا أبداً لا تملك معنى الثمانية وأبعد ما طيب هذه الآن أنا أسعلك الآن لو الآن أنا أملك فيها مثلاً عشرة مليون ولا وجدت من على كل حال أرجع إليه ما قيمة هذه العشرة مليون ما وجدت من أرجع إليه الآن ولا وجدت من يقبلها منك لا فيها القبول وفيها الإبرام هذا القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله ولا ترجع إليه من ترجع إليه؟ ما ترجع إليه أحد ما يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها يعني لازم الدولة يقول تراها لازم يصير وراها دولة ولا ما تنفع نعم لا بد أن يكون وراها إما أن يكون وراها دولة سأخذت القيمة عرف العام وراها من يضمنها من يضمنها وهو أهل للضمان فعنك في الحال أما مسألة الآن هذه البتوين هذه الآن هل وراها من يضمنها؟ عبدا فهي عبارة عن مقامرة هذا هو يأخذ كذا وإن كانت يعني الآن مهيب يعني على القمار الواضح لكنه من أكل يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل يعني محرمة تعتقد البتوين؟ الله أني أنا أرى أنها محرمة تحريب من كامل وأنها من أكل أموال الناس بالباطل وليس لها في الواقع لا ثمن ولا مثمن